وإلى صفحة الإرهاب الداعشي فقد أكد قائد عسكري في البيشمرقة فرار غالبية عناصر ومفارس تنظيم داعش من المناطق الممتدة بين خانقين بمحافظة ديالة وأقليم كردستان باستثناء مناطق الحواظن الساخنة ببعض المناطق النائية عمر الفوج الثاني من المحور الأول للبيشمرقة المقدم جليل مام فايق أكد فرار غالبية عناصر التنظيم من المناطق القريبة من قواطع البيشمرقة نحو مناطق نائية بين قضاء أي الطوز بصلاح الدين وكفري وأشار فايق إلى انتهاء وتلاشي ما يسمى غزوات رمضان في أطراف خانقين جراء التنسيق العالي بين الجيش والبيشمرقة في المجال المعلوماتي وإغلاق بمرات التسلل والتنقل بين عناصر التنظيم اشتركوا في القناة